السلام عليكم ورحمة الله هلا فيكم في حلقة جديدة من 256 ثانية حلقتنا لهذا اليوم عنوانها نحب اللينكس والمصادر المفتوحة نعم عزيزي المطور إذا كنت لا تعلم فإن مايكروسوفت هي أحد الشركات الداعمة للمصادر المفتوحة ونظام لينكس بالتحديد كيف ذلك؟ ندعم نظام لينكس عبر منصة أجور الخاصة بالكلاد كومبيوتينج أو الحوسة السحابية اللي تكلمنا عنها في الحلقة الماضية في تصريح لمايكروسوفت في أكتوبرا 2014 أعلنت الشركة أن 20% من سيفرات أجور تعمل على لينكس عبر منصة أجور نقدم العديد من أنظمة السيفرات التي تعمل على لينكس منها النظام أوبين 2 بنسخته 12 و 14 نسخة سينت أو اس نسخة سوزا وأوبن سوزا وكذلك نسخة أوراكل أوبن لوجيك كذلك نسخة كور أو اس خلينا نأخذ مثال سريع على كيف ممكن تنشأ سيفر لينكس في منصة أجور عبر خدمة السيفرات أو البرشوال ماشينز هذه لوحة التحكم الرئيسية في آجور إذا حبت تعرف عنها أكثر راجل الحلقة السابقة والدروس المتعلقة فيها حتى نضيف سيفر لينكس نختار من القائمة اليسر في البرشوال ماشين الخدمة الخاصة بالسيفرات وبعدين نختار من الأسفل نحن نعطي أي اسم للسيفر وبعدين نختار نظام التشغيل الخاص فيه من قائمة إميج زي ما نشوف في القائمة عدل نسخة عديدة من ويندوز وكذلك لينكس مثل أوبينتو أوبين لوجيك أوراكل لينكس راح نختار مثلا أوبينتو 14 ورح نختار حجم السيفر في الرام إنه يكون مثلا 1.75 وبعدين نعطي يوزر نيم و باسورد ونختار داتا سنتر أو مكان السيفر في داتا سنتر مايكروسوفت نختار مثلا نورث يوروب وبعدين نعمل كرييت أو إنشاء لي الفيرشوال ماشين أو السيفر بعد خمس دقائق راح يطهر عندنا في القائمة هنا تحت حالة running أي إنه يعمل وكذا تقدر تدخل على السيفر وتشتغل عليه مباشرة لو تحب تعرف معلومات السيفر ومعلومات دخول عليه اضغط عليه في القائمة بعدين راح صفحة داشبورد راح يعطيك معلومات السيفر كاملة ومنها الـ DNS والـ IP اللي ممكن تستخدمه في برامج مثل PUTY للدخول على السيفر والتحكم فيه مباشرة مثل ما شفنا في المثال السابق كيف أنشأنا سيفر لينكس بسهولة وفي دقائق معدودة لكن ما ذا عن برمجيات المفتوحة المصدر هل لها دعم على أجور أم لا الجواب نعم هناك العديد من برمجيات المفتوحة المصدر موجودة على أجور مباشرة وتستطيع إنشاءها بمجرد clicks أو ضغطات عبر مجلد المواقع أو خدمة القلوري الخاصة بالمواقع من هذه البرمجيات برنامج التدويني المشهور WordPress تستطيع إنشاء موقع WordPress بسهولة في دقائق معدودة من خلال ضغطات من القلوري الخاص بخدمة المواقع كذلك هناك برامج مختلفة مثل جانجو الخاص بلغة بايثون إذا كنتم مطور بايثون هناك ميديا ويكي الخاص بموسوعة ويكي بيديا تستطيع إنشاء الموسوعة الخاصة فيك هناك مثلاً أوبن كارت الخاص بالتجارة الإلكترونية وموجودة في القلوري أو المجلد الخاص بخدمة المواقع خلونا الآن ناقض بمثال بسيط على كيف ممكن تنشئ مدونتك الخاصة بنظام وورد بريس على منصة أزور من قائمة اليسرى نختار ويب أبس الخاصة بالمواقع بدنا نروح نيو بالأسفل بعدين نختار فروم غالري الغالري راح يعطيك تطبيقات أوبن سورس كثيرة يمكن تحميلها مباشرة مجرد ضغطات وعشان الوورد بريس راح نروح لقائمة بلوغز كل هذه أنظمة تدوين وآخرها وورد بريس وبعدين نروح نيكست نعبل بيانات ومعلومات الداتابيس وخلال الخطوات راح تكون عندك مدونة جاهزة خلال دقائق على آجر هذا الدعم لينكس والمصادر المفتوحة من مايكروسوفت يأتي تحت مبادرة من مايكروسوفت اسمها مايكروسوفت أوبنس وهي مبادرة خاصة بدعم المصادر المفتوحة لمعرفة هذه المبادرة تستطيع زيارة اللينك الموجود بالأسفل عن هذه المبادرة ورؤية آخر الأخبار والأنظمة المدعومة من مايكروسوفت كما يوجد موقع مخصص للمبادرة للشرق الأوسط فيه دروس مفصلة عن كيف ممكن تركب أنظمة مفتوحة المصدر على بيئات مايكروسوفت مثل مايكروسوفت أجور تستطيعون مشاهدة الموقع بالأسفل ومشاهدة الدروس بالتبصيل والاستفادة منها بالكامل بالخطوات وكفية التركيب كذلك يوجد حساب تويتر للمبادرة تجدونه بالأسفل تستطيعون متابعتها ومشاهدة آخر الأخبار هذا كان كل ما لدينا في هذه الحلقة نأمل أن تكونوا استمتعتوا لا تنسوا تسوون لايك وسبسكرايب وشكرا لكم على المشاهدة